اشتركوا في القناة وبركاته متبعين الاوفياء لقناة شوف تيفي مرحبا بكم متبعين الاوفياء في هذا البدء المباشر والحصري من مدينة العرائش مع الحصيلة اليومية متبعين الاوفياء اعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن ظهور 33 اصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع بعد ذلك عدد اصابات الى 397.599 حالة بالمملكة المغربية ويبقى المفضر ذاته فان عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 382.822 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى المستوى الوطني وافدت المعطايات الرسمية بان الفترة نفسها عرفت 47 حالة وفاة جديدة ليصل عدد ضحايا كورونا الى 6589 حالة وكذلك تم التأكد من شفاة 312.720 حالة شفاة اضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي الى 353.098 حالة اذن عدد اصابات كترتفع للأسف الشديد وكذلك عدد الوفايات عدد الوفايات كرتفع 47 ضحية من ضحايا كوفيد-19 اذن تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام قواعد النظافة والسلامة الصحية وكذلك خلاط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح ومسؤولية اما فيما يخص الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين فيروس كورونا بإقليم العلائش فالإقليم تشجل تقريبا 49 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية اذن كما سمعته للأسف الشديد لعدد الإصابات كترتفع وكذلك عدد الوفايات ولكن الحمد لله مقارنة مع عدد حالات الشفاء فارتفاع كالشوف اللحظه بأن ارتفاع في عدد حالات الشفاء الإصابات إذن كتمنى من المتبعين الأوفياء اللي قناة تشفت به أنهم يردوا البال يكونوا على بال المتابس إنسان يعمل احتياطة اللازمة وذلك مما والوقاية من أجل وقاية من فيروس كورونا اللحيم أيام معدودة تفصلنا عن اللقاح من شاء الله أكيد أننا من بعد اللقاح سنرجع متسبع للأوفياء للحياة للطبيعية وسنرجع للحياة دينا الطبيعية وسنعيش باستقرار وإن شاء الله وسنبعد من الأجواء ديال الكورونا وعدد الإصابات التي ترتفع للأسف الشديد بشكل كبير إذن كما سمعت 33 إصابة جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وبهذا ترتفع عدد الإصابات بإقليم عفوا بالمملكة وكذلك بإقليم العرائش للشهاد الارتفاع بعدد الإصابات مقارة مع الأيام الفارضة إذن 47 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد بإقليم العرائش 47 إصابة وهذا نيد يكون وجه للمواطنات والمواطنين بمدينة العرائش مثل تنزموا ويردوا البال ويكونوا على بال مفياة بس إنسان يعمل كما موضي الاحتياطات اللازمة من أجل الوقاية من فيروس كورونا العين إذن مباشرة من ساحة باب بحار الساحة الجميلة الهادئة بمدينة العرائش في الجملة المسائية مع الحصيلة اليومية منتبعنا الأوفياء إذن كما تشاهدوه وكما تلاحظوه فمدينة اللازمة الآن مخاوية وأكيد أنه بعد القرار بعد أفوان بعد انخفاض دي العدد الإصابات وإقليم على العرائش السلطات حدثوا القرار بأن المطاعم المقاهي وكذلك المحلات التجارية غير تم الإغلاق دي العلم على الساعة العاشرة بدل من الساعة التاسعة بساء ابتداء من اليوم إن شاء الله كما تشاهدو كما تلاحظو للأسف الشديد توجب كل مدينة والإضاءة ضعيفة للأسف شديد وهذا ما يجعل المواطنين يتعرضون للخطر ويتعرضوا كذلك كالقريسال فهذا الكنيش هذا نداء ودائما كانوا نداءة الجهات مسؤولة بإقليم العرائش وكذلك السيد عام الإقليم باش يتدخل لأن الكنيش كاريتي بكل المقاييس للأسف الشديد مدينة ساحلية والكنيش يلا كاريتي بكل المقاييس قدنا بالقرب من الشرفة الأطلسية المعروفة ببركولانتيكو بكل كعرف الشرفة الأطلسية والدور في مدينة العرائش أي جائل من مدينة العرائش أكيد أنه سيزور الشرفة الأطلسية معروفة ببركولانتيكو في المدينة إذن كتمنى أنكم تكونوا على ما يرى متبهين أوفياء في هذا البت المباشر والحصري من مدينة العرائش وتحية لجميع المتبهين الأوفياء من داخل أرض الوطن أو من خارجه في هذه الجولة المسائية إذن كما تشاهدوا الناس بقى مخارجين إذن كتمنى أن المتبهين أوفياء والمواطنات والمواطنين يردوا البال ويكونوا على بال وما فيها بس إنسان يعمل كما ما وذي الاحتياطات اللازمة من أجل الوقاية من فيروس كورونا اللعين أكيد أن لكل كاراب أن فيروس كورونا لا زال يحصد ضحايا سبعة وربعين وفاة سبعة وربعين ضحية من ضحايا كوفيد تسعة عشر إذن شكرا جميع المتسبيل أوفياء سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه كنتمنى أنكم تكونوا على ما يرى مفاة البت المباشر والحصري من مدينة العراج